موسيقى موسيقى بسم الله ابو ابن الراح القدس الالي الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان و الى ابن الاباد كلها امين يفرحني ويسعدني النهاردة نتبارك مع بعض ونتكلم عن موضوع من موضوعات الكنيسة في فكر الاباء وهو موضوع حول الشهادة المرتيرية في الكنيسة الاولى او الاستشهاد في الكنيسة الاولى سؤال دائما يتبادر الى ازهان الدارسين عن ما هي جدوى وما هي الفائدة من دراسة الاستشهاد وسير الشهداء في الكنيسة وهي التي وردت في اكتا مارتير اللي هي اعمال الشهداء التي تكلم عنها المؤرخين والثقاه والكتاب في الكنيسة الاولى سؤال ايه هي فائدة قصص عذابات الشهداء لماذا نحن نؤكد دائما على قصص السير سواء السير المروية لاولادنا في الكنيسة او في العبادة الليتورجية في السنكسار في الكنيسة سير الادسين الشهداء هي قصص لتثبيت الايمان وهي ايضا عينة للقيامة التي تنتظرنا وهي ايضا توبيخ للشيطان وبنشوف فيها دائما قوة عمل ربنا في الكنيسة كيف ان الكنيسة ممتدة بحسب ما ازلوهم هكذا نموا وامتدوا وان بزار الايمان كما قال العلامة ترتليان في القرن الرابع المسيحي ان دماء الشهداء هي بزار للايمان الاستشهاد يعلمنا الفلسفة الحقيقية وهو الذي يحرك صبرنا في الجهاد لكي نكون ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله الرب يسوع الاستشهاد في الكنيسة هو برهان عملي على صدق الايمان وعلى حضور وتعزية المسيح الهنا للادسين والشهداء فجميع السير هي ملحمة وهي ملهمة للامور الصالحة والسبات في الايمان فسيرتنا نحن في السماويات واننا للمسيح واننا بالمسيح واننا مع المسيح لانه من ذا الذي يخيفنا ان كمن ذا الذي علينا ان كان الرب معنا لنخاف من الذي يقتل الجسد السير حينما نرويها في الكنيسة سير الشهداء وحينما ترت فيها العذابات هي ليست سيرا دموية لكنها تصبح دموية اذا كنا نحن القتلة وتصبح دموية اذا كنا نحن الجلادين لكننا نحن الذين يقع علينا العذاب والاضطهاد من اجل اسمه ايضا هذا العذاب والاضطهاد هو يفرض علينا من اجل الاسم الحسن الذي يدعي علينا نقول هانذا مستعدة النفسي لذاك لهذا ولذاك فان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت فان عشنا وان متنا فلرب نحن فالمسيح الحقيقي السوي ليس شخصية هروبية ولا شخصية انسحابية ولا شخصية تهرب من المواقف لكنه حي وفاعل يحب الحياة متى طلبت منه الحياة وايضا يستقبل الشهادة متى طلبت منه الشهادة ومتى فرضت عليه مستعدة النفسي لهذا وذاك اجسادنا ستقوم في عدم فساد وستقوم في مجد وستقوم في قوة وستقوم اجسادا روحانية الله يرسل لنا روحه ويخلق ويجدد وجه الارض واحكام الله يا احلى من العسل والمر الذي يختاره لنا خير من الحلو الذي نختاره لانفسنا ولعل الذي يتأمل في صلوات المعمودية حينما ننزل جميعنا الى ماء الجرن ففي الصلوات نصير نحن زبائح جميعنا زبائح مقدمة على المسبح المقدس الناطق السمائي هناك ايضا نوعيات وتسميات للاستشهاد فهناك شهادة بيضاء نقدمها في وقت السل التي هي الفضائل وهناك شهادة حمراء نقدمها في وقت الاضطهاد وسفك الدم ونحن نقول يأتي الشهداء حاملين عذاباتكم هذه شهادة الحمراء ونقول ايضا يأتي الصديقين حاملين فضائلهم هذه شهادة بيضاء فالاستشهاد الخارجي يأتي بسفك الدم اما الاستشهاد الباطني اللي هو الشهادة البيضاء فهي بشهادة الضمير التي هي اخلاق الخليقة الجديدة المسيح هو مجد الشهداء والمسيح هو اكليل الشهداء والمسيح هو معزي الشهداء والمسيح هو منقز الشهداء والمسيح هو الذي يتعذب في هؤلاء الشهداء ولعل سيرة معلمنا بوليس الرسول حينما رأى الرب وقال له شاول شاول انت تتطهدني فقال له من انت يا سيد فقال له الرب الاله انت تتطهدني ما دمت تتطهد كنيستي فانت تتطهدني فالمسيح الساكن فينا والمسيح الذي اشترانا بدمه واقتنانا له بالدم الكريم قد جعلنا شهودا له شهودا شهادة بيضاء في وقت السلم وشهودا شهادة حمراء في وقت سفك الدم وهناك رتبة من رتب الشهداء هي رتبة المعترفين فالاعتراف هو احتمال العذابات واقرار الايمان والشهادة لكن لم ينل المعترف ولم ينل نعمة الموت من اجل المسيح لذلك لا يحسب شهيدا لكنه قد قدم اعترافا حتى الدم ومصارعة ومجاهدة في الشهادة للإيمان اعمال الشهداء تشمل العذابات والمحاكمات والصلوات والصبر والاحتمال والتمثل بالمسيح ورفض مجد العالم ورفض الإغراءات وانتصار الإيمان والشجاعة بالقول والعمل والاعتراف بالإيمان والمصاحبة الصلوات والزواهر الروحية والرؤى والإعلانات النبوية التي تصاحب أعمال استشهاد القديسين أيضا تمتد الكتابات التي كتبت عن الشهداء ليس فقط لتشمل أنواع الشهداء ولا فئات الشهداء ولا أنواع العذابات ولا تصنيفاتها لكن أيضا تشمل تدوين سير الشهداء وتكفينهم وسيرتهم وزمانهم وأين وضعت رفاتهم والمعجزات المصاحبة لأعمالهم لنشهد لله شهادة حسنة وليعطينا الله أن نكون شهوده الأمناء في كل حين يتمجد اسمه القدوس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر